المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها للليلة وفد الوكالة الذرية يزور طهران وحديثهم عن تجاوز الكثير من الخلافات هل تكون الزيارة مفتاحا لعودة المفاوضات النووية؟ عمان تستضيف قمة بغداد 2 فرصة حوار إقليمي هل تكون بداية لحل يقرب وجهة النظر؟ مساء الخير وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينهي زيارة لطهران استمرت 24 ساعة أجرى خلالها مفاوضات جديدة مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية تناولت مواضيع الضمانات والتعاون المشترك المستقبلي بين إيران والوكالة المتحدث باسم منظمة الطاقة الإيرانية بهروس كامالوندي قال إن هناك أملا واقعيا في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع وكالة الطاقة الدولية رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسة الخارجية الإيرانية كامال خرازي أكد من جانبه أن بلاده مستعدة للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي في حال التزم الأطراف الآخر وشدد على أن طهران تتمتع بإمكانيات عالية في السياق النووي لكنها لا تنوي إنتاج قنابل ذرية عقائديا نعتبر أن تصنيع قنبلة نووية أمر محرم واستراتيجيا أمر لم يفضي إلى حلول اليوم نحن مستعدون للعودة إلى الالتزام بتعهداتنا النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى ولقد توصلنا في المحادثات النووية إلى حل الكثير من القضايا الخلافية وبقيت قضية الضمانات ونأمل أن تحل خلال زيارة وفد الوكالة الدولية الحالية إلى طهران ولمناقشة ملفنا الأول في المسائية نرحب بضيفينا من العاصمة الإيرانية طهران مستشار الفريق الإيراني المفاوض الدكتور محمد مارندي والترحيب موصول أيضا من واشنطن بالخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي ريتشارد جودستين أهلا بكم ضيفينا ولكن أبدأ من طهران معك دكتور مارندي ما الذي حمله هذا الوفد من وكالة الطاقة الدارية إلى طهران وهل هناك من نتائج رشحت من خلال هذه اللقاءات كما تعرفون خلال المفاوضات في فيينا دارت نقاشات نادة والهدف منها هو التأكد من أن المشاكل التي ترأت خلال تطبيق الاتفاق ناوي الصادر عام 2015 قد باتت محلولة وقد أحرز تقدم كبير في هذه السياة كما اكتسبت إيران مجموعة من التنازلات وفي نهاية المحادثات في فيينا قدم الاتحاد الأوروبي نصا كان قريبا إلى حد كبير للمطالب التي انطلقت منها إيران في مستهل المحادثات وعاد الوفد إلى دياره محملا بهذا النص ومن ثم أدخل الطرف الإيراني مجموعة من التعديلات على هذا النص ففي بعض المجالات التفصيلية اعتبر الإيرانيون أنه لا بد من ادخال بعض التعديلات والاستبدالات وأعادوا هذا النص إلى الاتحاد الأوروبي جوسف بوريل مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية ويعتبر أن المطالب الإيرانية معقولة وقت ذاك اعتقدنا أننا قد بلغنا الوقت الذي كان الاتفاق فيه ممكن واعتبرنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بناء على القبول الأوروبي بهذه التعديلات الصغيرة والهمشية لكن المهمة التي ترأت على هذا النص لكن قررت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذاك أن ترجع الرد أنهاء على هذا المقترح والرد الذي عادت به لم يكن بناء في طهران التفسير الذي توصل إليه المعنيون هو أن بايدن كان في الوقع يخشى نتائج الانتخابات نصف المرحلية وقد خاف أن يبرم الاتفاق كان ذاك ما توصلنا ليك وقد كنا قاربين وقاب قوسين من الاتفاق وبالنسبة إلى الوكالة كل المسائل العالقة كان يمكن تجاوزها لأننا كنا في سياق الفوضات الثنائية مع وكالة الوكالة الناوية لكن الطرف الأمريكي كان قلقا هي لنتاج الانتخابات ولم يكن قد حسم أمره وحتى الآن نحن ننتظر لنرى إن كان الأمريكيون سيعودون إلى نص الاتفاق ويقبلون بالتالي التعديلات الضرورية بالنسبة إلينا ولا تعتبرها بوريل عقلانية لكي نتوصل إلى الاتفاق لكن حتى الآن لم نرصد أي إشارات تفيد بأن الأمريكيين مستعدون لاتخاذ هذه الخطوة النهية لماذا دكتور مارندي فقط اسمح لي من حيث انتهيت يعني بماذا تم التشاور من خلال هذا الوفد سيما بالمواقع التي تم تفتيشها والرفض الإيراني للمزاعم التي ساقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى الاتروكا الأوروبية ومعها أمريكا اليوم حاول الضمانات تم النقاش إلى ماذا تم التوصل خصوصا كان في رسائل إيجابية من قبل إيران ما سمعناه قبيل وصول هذا الوفد اسمح لي أن أخصوها الأمر على النحو التالي كان وعاضحا من المفاوضات التي دارت بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حلا ما بات ممكن وأن هذا الحل ليس صعب التحقيق لكنه قرار سياسي وليس قرارا فنيا إذا ما كان الأمر يعود إلى الخبراء الفنيين من الطرف الإيراني ومن طرف الوكالة لكانت المسألة قد سويت لكن يجدر بنا أن نذكر أن مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مجلس سياسي يمثل حكومات الدول المختلفة والدول الغربية تهيمن في الواقع على الوكالة الدولية تذكروا ما حصل خلال ويكيليكس في إحدى الوثائق الصادر عن ويكيليكس تبين أن أحد المدراء العمين السابقين للوكالة أنه سيكون إلى جنب الأمريكيين في الملفات كافة في حل دعموا انتخابه على رأس الوكالة وهذا كان تموضع رئاسة الوكالة كان ماضياً أم حاضراً بالتالي لا بد من التوصل إلى قرار سياسي وليكن الأمر واضحاً الأمر ليس بين إيران والأوروبيين إيران وروسيا والصين لا مشكلة لديها وحتى أوروبا لا مشكلة لديها المشكلة الحقيقية هي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فإذا ما اخترت الولايات المتحدة الأمريكية أن تبرم الاتفاق فالنص المطلوب والاتفاق على مستوى الوكالة هما قاب قرصين من التحقق وذلك سيكون قابلاً للإنجاز في غضون أيام أو أقال حتى وهنا أسمح لي لأننا نتحدث عن الموقف الأمريكي الحازم وحتى الآن سياسة مبهمة من قبل الرئاسة من قبل رئيس جو بايدن الذي كان يتمسك بإعادة إحياء هذا الاتفاق النووي الذي نقضه وسلفه دونالد ترامب أنتقل إليك سيد ريتشارد سمعنا وجهة النظر المحادثات التحديداً التي جرت في فيينا أوصلتنا إلى نقطة حاسمة كنا نتحدث عن إمكانية بالفعل توقيع هذا الاتفاق الآن ما الذي يعني بايدن كان لديه حسابات انتخابية قبيل الانتخابات النصفية ولم يقدم على هذه الخطوة اليوم ما هي الحسابات الأمريكية وأي رسائل من خلال هذا الوفد للوكالة الدولية للطاقة الذارية بأن يزور إيران صراحة ما كنت أبالغة في تقدير التأثير الذي خلفته الانتخابات النصف المرحلية على قرار الحكومة الأمريكية منذ البداية قالت الحكومة الأمريكية أنها ترهب في اتفاق لكنها لا تريد اتفاقاً سيئاً ولذلك تريد أن تعالج مخاوفها كافة وأن لا لن يتم التوصد إلى اتفاق ودعونا كذلك لا نبالغ في تقدير الموقف الروسي روسيا التي تزود بالمسيرات لتدمير المدن الأوكرانية وتزودها بها إيران يشترى بنا إذا لا نتفاجأ أن الأفق الروسي والإيراني متشابع لحد بعيد إيران متواطئة في هذا المسعى المستمر لإدفاء طابع وحشي على الحرب في أوكرانيا بالتالي يشترى بنا أن لا نعود كثيراً على هذا التوضع ولذلك المسائل العالقة التي تؤكد عليها دوماً الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أصدقائها في الاتحاد الأوروبي هي مسائل مشروعة إلى حد كبير صحيح قال جو بايدن أنه يريد إعادة إحياء خطة العمل الشامل المشتركة لكن بطريقة تؤكد أن يبقى هذا الاتفاق قابل الحياة مع معالجة الانشغالات كاف والأمل لم يتحقق بعد بكل بساطة واليوم ما الذي يريده تحديداً بايدن؟ يعني في قضية الضمانات ورفع العقوبات سيد ريتشارد هل يمكن القول تم التوصل إلى هذه النقاط الحازمة إذا كان هنا لكانية بإمكانية توقيع هذا الاتفاق من جديد بالنسبة للإدارة الديمقراطية علماً من أن الكثير من الأصوات التي تسمع الآن من كانوا مع الاتفاق باتوا ضده حتى داخل الإدارة الديمقراطية ما كنت لأبالغة في تقديري تركيزي على المسألة العالقة فكروا مثلاً في التغطية التي قدمتمها مثلاً منذ أشهر عندما أعتقد الجميع أن لا إمكانية لإعادة إحيال الاتفاق على أي حال من الأحوال وأن نقول اليوم أننا نقترب من إبرام الاتفاق ذلك يظهر أن كل المسأل يمكن إيجاد حلول لها بالنسبة إلى موضوع المراقبة على الأرض وبالنسبة إلى كل الملفات الأخرى المرتبطة بملف إيران نووي على أن تكون خاضعة لتفتيش الذي تقوم به الوكالة وفي الوقت المطلوب وهي كلها قضايا أساساً عالقة ومحطة نقاش قبل عام 2015 ولكن يبقى أن تجد حلولاً تستوفي شروط الجميع وكما قلت ما كان أحد ليتوقع ذلك منذ أشهر أن نتوصل إلى كل هذا التقدم ولكن مع ذلك لم نصل إلى خط النهاية بعد وأتذكروا جو بايدن بعد فترة وجيزة سيترشح الانتخابات ولذلك لا يريد لأي شيء أن يمنعه من تحقيق شيء من هذا النوع وأساساً التوصل إلى هكذا اتفاق من إيران سيشكل إنجازاً بالنسبة له فيما يسعى إلى إعادة إحياء هذه الخطة هو إنجاز أساساً على المستوى السياسي ولن يشكل مشكلة لبايدن دكتور مارندي هل توافق على هذه المقاربة وإمكانية بالفعل الاقتراب من توقيع هذا الاتفاق نظراً إلى السلوك والنهج الأمريكي المتبع وأسمح لي أيضاً في سياق المواقف الأوروبية لأنك أشارت يمكن إلى نوع من القبول الإيراني لأنهج والسلوك الأوروبي حتى بالمقترح الأخير الذي تقدمت به وقال عنه بوريل بأنها مطالب معقولة ومقبولة بما تقدم بها الجانب الإيراني الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي من شديد يعرف عن قلقه إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ابتعاد كما يقول طهران على الاتفاق النووي وأيضاً اتهم طهران بأنها تواصل تصعيد الأزمة أوروبا الآن التي تعاني اقتصادياً وتأنتحت أزمة الطاقة ما الذي تفضله وما هو تقدير الموقف الإيراني لهذا السلوك الأوروبي؟ بداية لابد أن أؤكد على أن الحرب في أوكرانيا لا تموت للحرب أو الاتفاق النووي بأي علاقة أو بخطة العمل الشاملة المشتركة ولا ترتبط كذلك بالمفاوضات التي انطلقت في فيينا والتي كان يفترض بها أن تعيد اطلاق فلتي خطة العمل الشاملة المشترك وأن تؤدي إلى تحسينها فكانت تشوب الخطة شوائب عدة وكما عرفنا كان الأمريكيون قادرين على استخدام الكثير من الشوائب لكي يقودوا هذه الخطة إلى جانب الحلفاء الأوروبيين أما بالنسبة للموقف الإيراني حيال روسيا فهو بالتأكيد سيكون مختلفا تماما عن موقف حلف شمال الأطلسي حيث يرى الإيرانيون أن حلف شمال الأطلسي مذنب أكثر من أي طرف آخر فيما يحدث في أوكرانيا فالحلف يتوسع شرقا على عكس البعود التي قطع حيال روسيا وقام الحلف بالإيطاحة بالحكومة المشروعة الأوكرانية من خلال انقلاب والحلف يدعم كذلك المتطرفين والأصوليين اليمنيين في أوكرانيا أسوة بما فعل الغرب في روسيا مع القاعدة وداعش وجيش الإسلام ومجموعة أخرى أو كما فعل الحلف من خلال دعم الأصوليين اليمنيين في نيكاراكوا وها هي القصة تتكرر في أوكرانيا من خلال دعم الأصوليين اليمنيين الذين يقتلون ويقمعون المتحدثين باللغة الروسية خمسون ألف منهم في منطقة دومباس قد قضعوا نتيجة ذلك لذلك حريهم بالأمريكيين أن يفكروا بشكل أعمق هيال أفعالهم العلاقة بين إيران وروسيا هي علاقة ودية وعلاقة ناثنائية في حين أن الأمريكيين والأوربيين قد فرضوا الجزاءات على أشخاص عاديين لكل هذه الأسباب من الطبع أن تكون إيران ودية أكثر حيال روسيا مما تكون حيالها الولايات المتحدة الأمريكية لكن أوافق بالطبع على أن الطرفين أقرب اليوم من الاتفاق وبالطبع هي الانتخابات نصف المرحلية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق ذلك بعد أن بدأت الحرف في أوكرانيا بالتالي الحرف في أوكرانيا لم تمنع المفاوضات أوروبا بحاجة ماسى إلى طاقة من أي مصدر كان وهي بحاجة إلى طاقة إيرانية تماما كما رأينا يحصلوا مع فنسولا عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيون يخففون من الجزاءات لأنهم بحاجة إلى طاقة من فنسولا وهم بحاجة إلى أي مورد طاقة من أي مكان كان وفي حال قرر الأمريكيين والأوروبيون أن يخطوا هذه الخطوة الأخيرة نهائية وكرر إن قرر الأمريكيون ليس لأن الأوروبيين يتفقون تماما مع الموقف الإيراني بل أن الأوروبيين بكل بساطة ليسوا أصحاب القرار هي واشنطن من يمتلك قدرة صنع القرار لذلك يلتفت الأوروبيون دوما إلى واشنطن لمعرفة ما يجدر بهم أن يفعله وإذا ما اختارت واشنطن أن تخطو تلك الخطوة الأخيرة نحن بالطبع قد قوسا من التواصل إلى اتفاق نائي بالإشارة العلاقة بين إيران ولكال الدولية لطاقة الدارية ونحن قد قوسا من التواصل إلى اتفاق من إعادة إتلاق قفلات خطة العمل الشاملية المشتركة وهنا واضح رغم كل يمكن في كل محطة انسداد الأفق فيما يتعلق بهذه المفاوضات ولكن حتى الولايات المتحدة لا تريد نسف هذا المسار وهذا ما تنقله تحديدا وكالات عالمية غربية وأيضا وسائل إعلامة غربية حول عدم إقفال باب الدبلوماسية مع إيران انطلاقا من هذه النقطة اسمح لي قبل أن أستكمل الحوار مع كما ضيفينا أن نذهب إلى هذا العرض تحديدا إذن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيون يبقون الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هذا ما خلص إليه تحليل لوكالة رويترز تضمن مواقف مسؤولين غربيين وكذلك مقربين من البيت الأبيض تستشهد الوكالة بتصريح لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال أعتقد أنه ليس لدينا خيار أفضل من الاتفاق النووي لضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية مشددا على ضرورة مواصلة الانخراط في محاولة إحياء الاتفاق كما تذكر الوكالة بتصريح للمبعوث الأمريكي الخاص بإيران روبرت مالي الشهر الماضي في باريس حيث أكد مواصلة بلاده سياسة الضغط مع إبقاء الباب مفتوحا للعودة إلى الدبلوماسية فيما يشدد مسؤول أمريكي كبير للوكالة على أنه إذا تعذر إحياء الاتفاق النووي فأن حلولا دبلوماسية أخرى قد تكون ممكنة أما عن إمكانية توشيه ضربة عسكرية لإيران فيرى المسؤول الأمريكي أن من المستحيل عمليا أو على إسرائيل قصف إيران من دون دعم غربي فيما يعرف دبلوماسيون غربيون عن تخوفهم من أن ذلك قد يعزز ببساطة أي رغبة إيرانية في الحصول على أسلحة نووية ويخاطر برد إيراني أعود أستاني في الحوار معك سيد ريتشارد تحديدا فيما يتعلق بالنسبة للخيارات والحسابات الأمريكية مع عودة بن يمين نتنياهو إلى المشهد داخل إسرائيل في إصرار حتى بكلامه الأخير بالعمل والجهد لعدم توقيع الولايات المتحدة وكذلك السوداسية الدولية أي اتفاق نووي مع إيران أي دور اليوم إسرائيلي بعرقلت هذه المجريات وهذه الاتفاقيات وكذلك بفهم الاستراتيجية الأمريكية لماذا تبقي الباب مفتوحا وحتى تقول إذا لم يكن هناك من إمكانية لتوقيع اتفاق ممكن نتحدث عن حلول دبلوماسية أخرى ما هي طبيعة هذه الحلول التي أيضا تشير إليها أو يشير إليها المسؤولين الغربيين من الواضح أن بيبي نتنياهو قد أطلق حكما واضحا وقد قرر أن يصطفى إلى جانب الحزب الجمهوري إلى جانب دونالد ترامب الذي يرى أنه قادر على أن ينتخب من جديد وأنا شخصيا أرى أن تلك مستبعد من لحد بعيد لكن بكل بساطة نتنياهو قام بحسم أمره وخياره وهذا يسهل الأمر صراحة على إدارة بايدن في البيت الأبيض لعدم مراعاة رأي نتنياهو حيال هذا الملف بالشدية المتوقع عام 2015 كان نتنياهو رئيس وزارة إسرائيل الحزب الجمهوري والديمقراطي دعواه ليأتي ويتحدثا عن خطة الخطة النووية الإيرانية من دون الحصول على موافقة مسبقة وواضحة من أوباما وقابلت إدارة أوباما المشاركة في هذا الحدث وقتها لكن من نسبة إلى اعتراضات نتنياهو نعرف بها منذ وقت طويل ولا أعتقد أن هذه الاعتراضات ستشكل حجر عثر كبير انشكلت أساسا أي عائق أمام مسعى التوصل إلى اتفاق الوئة المتحدة الأمريكية بالطبع ترعي جدا انشغالة إسرائيل كما كانت ترعيها عام 2015 وحكمت أمريكا أن من مصلحة إسرائيل حصولها كذا اتفاق وليس أن تستحصل إيران على أسلاحة نووية يمكنها أن تستخدمها وصراحة الهدف الأول قد يكون إسرائيل لذلك إدارة بايدن ملتزمة بأن تتوصل إلى اتفاق في حال كان من الممكن توصل إلى اتفاق منصف وقابل للتنفيذ ولكن سيد ريتشارد أيضا بالنسبة للتلويح الغربي اسمح لي في أيضا بالمسارات التي تسلكها والخيارات التلويح بطرح هذا الملف في مجلس الأمن وهذا تعتبره خطا أحمر بالنسبة لإيران ويقال أنها يمكن ستذهب إلى التخصيب بنسبة 90% في اليورانيوم هل يمكن أن تلجأ هل الدول الغربية بحساباتها أن تلجأ من جديد إلى مجلس الأمن وطرح الموضوع والعقوبات عبر مجلس الأمن قالت جو بايدن لن تستحصل إيران على أسلحة نوية هل تريد إيران أن تمتحن عزمته وصبره؟ لنرى أمل أن لا يحدث ذلك صراحة ولا أعتقد أننا قد نبله نصاف حيث مجلس الأمن سيكون الملاثة الأخير أو حيث يتم اللجوء إلى مجلس الأمن لليذ راع إيران وإجبارها على قبول باتفاق ما أعتقد أن الأطراف قادرون حاليا على توصل إلى صفقة مقبولة بالنسبة إليهم من دون حاجة لإخراط وإشراك للمتحدة في ذلك دكتور محمد مارندي بدأنا في الفترة أو في الأويناء الأخيرة تحديدا قبيل الشهر أو شهر ونصف بعد انتهاء محادثات فيينا ربط موضوع الاتفاق النووي تحديدا بالحرب في أوكرانيا ما ذكره السيد ريتشارد في المداخلة الأولى عن الدعم الإيراني عبر الطائرات المسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا وكذلك حالة عدم الاستقرار وأعمال العنف والشغب التي تتهم إيران بشكل واضح أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية بالوقوف خلفها هل هناك من ربط بين هذه العوامل وأيضا عدم التوصل حتى هذه اللحظة إلى الاتفاق النووي أو إحيائه من جديد لا أعتقد أن علاقة ما موجودة بين أي من هذه الأحداث أكون أتحدث عن الوظيف أوكرانيا أو التدخل الأمريكي في شؤون الداخلية لإيران والاتفاق النووي بالنسبة للاتفاق النووي لطالما وجهنا مشاكل عدة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وضبت على فرض الجزاءات والعقوبات على النساء والأطفال في بلدنا والولايات المتحدة الأمريكية التي تدعم الحرب على سوريا ومنظمات إرهابية مثل مجهد خلق ومجهد منظمات انفصالية في شمال إيران كذلك منظمات ومجموعات متطرفة وهبية في منطقة العزل بين الحدود الإيرانية والباكستانية وكان ذلك واقعاً قائماً منذ فترة طويلة لكن يتعامل الإيرانيون مع هذه الإشكاليات على مستويات أخرى ومن منطلق ملفات أخرى أما بالنسبة إلى المفاوضات الهوية فتنتمي إلى ملف منفصل يعود الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتتخذ خيارها كما قال الضيف من واشنطن أطرفان قريبان من الاتفاق ولا شك في أن الإيرانيين قادرون على المستوى التقني على صنع سلاح ناوي لكنهم قرروا أن لا يصنعوا سلاح ناوي ولن يقوموا بتصنيع سلاح ناوي والولايات المتحدة الأمريكية ليست في الواقع بمكانة تمكنها من منع إيران من التسلح ناوي الوضع يتغير بشكل سريع والحرب في أوكرانيا تؤدي إلى إسراع هذه التحولات الحاصلة في العالم لذلك إجتروب الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد النظر في سياستها في المنطقة وأن تتعلم كيفية تعايش مع إيران لكن بغض النظر إذا ما كانت أمريكا ستبلغ هذه الخلاصة أم لا وإن كانت ستعدل سياستها حلال إيران أم لا إيران لا تنوي أن تصنع سلاح ناوي أو أن تستهدف أي أن كان بهكذا السلاح المزعوم لكن إيران عزم على حماية سيادتها وحقوقها السيادية للحصول على طاقة أنوية تقنوية سلمية وإذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوصل إلى اتفاق الإيرانيون جاهزون حاول طولات التفاوض وهم في انتظار القرار أنهائي من الطرف الأمريكي وهذا يظهر أن الإيرانيين جديون لتوصل إلى حل لهذه المسألة لذلك من جديد لقد قطعنا مسافة طويلة الإيرانيون سيواصلون العمل على تطوير برنامجهم النووي السلمي وتوجد مسألة أخرى ما لابد للمشاهد الكريم أن يخذها في الاعتبار لفترة طويلة تحديد عندما كنا في فيننا في خلال جولات وصولات التفاوض كان الأمريكيون والأيروبيون يكررون دوما أن البرنامج النووي الإيراني قد تطور أكثر من الحدود المعقولة وبات خطرا جدا إلى حد أن المفاوضات مع عدد مجدية لأن البرنامج سيكون قد تقدم أكثر من أي إمكانية لتقويده لكن بعد ذلك مرت أشهر طويلة وتوقفت المحادثات ومعودنا نسمع بهكذا مزاعم وانشغالات دائمة يرويش لها الخربيون لماذا؟ لأنهم كانوا يكذبون أساسا من البداية وكان ذلك في صدد الحرب النفسية كانوا يعرفون أن الإيرانيين لا يريدون تطوير سلح ناوي وكانوا يروجون لهذا التهديد المسعوم خلال المفاوضات بهدف الفرض الضغوط على إيران لكن مع أن تركوا المفاوضات نتيجة الانتخابات الأمريكية النصفة المرحلية قرروا أن يلتزموا الصدد وبرأي هذا دليل دامغ يظهر أن الحكومات الغربية وأن وسائل العالم الغربية التي تكرر ما تقوله الحكومات ما كانت يوما نزيحها لتقويمها للبرنامج النووي الإيراني السلمي وماذا دكتور مارندي قبل أن ننتقل إلى السيدة ريتشارد عن التهديدات الإسرائيلية وحتى الجهود التي تبذلها لمنع توقيع أي اتفاق مع إيران فيما يخص الملف النووي الإيراني وهل يمكن بحسابات إيران أن تضع ضربة عسكرية معينة أن تقدم عليها إسرائيل وهل يمكن أيضا إسرائيل أن تقدم عليها كذا ضربة دون دعم غربي ودعم أمريكي واضح لا النظام الإسرائيلي ونتنياهو لا يمتلكان القدرة لأتسبب بأي ضرر خطر في البرنامج النووي الإيراني البرنامج النووي موسع ويلقى حماية مكثفة والإيرانيون قد حرصوا على أن لا يكون عرضة لأي ضرر قد تلحقه به إسرائيل وعلى كل القوات الدفاعية الإيرانية وقدرة إيران على الرد من خلال المسيرات والصواريخ هي قدرات جلية وأعتقد أنها واضحة للجميع على كل حال وفي حال اتخذ النظام الإسرائيلي قرارا أخرقا من هذا النوع بخلال مهجمة إيران سيدفع الثمن باغضا وثمنا أكبر مما سيدفعه الإيرانيون وتلك البلدان أساسا التي مشانها أن تيسر أو أن تسمح بها كذا مرورا لعجوم إسرائيلي فوقها رضيعا ستدفع كل فتا هذا الهجوم أعني بذلك الدول المنتجة للنفط في هذه المنطقة التي تأوي قواعد عسكرية غربية ولها علاقات مع إسرائيل هذا سيؤدي بالطبع إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل صاروخي الأمر لن يعود بأي منفعة على الغرب أو حتى على النظام الإسرائيلي لكن أعتقد أن الضيفة في واشنطن قد وضع الإصبع على مسألة أساسية نظر إلى ارتباطات نتنياهو بترامب من الأسهل على بايدن أن يتخذ قراره بشأن الاتفاق في ظل وجود شخص كنتنياهو لا سيما وأن الديمقراطيين قد حققوا أداء أفضل من المتوقع خلال الانتخابات النصف المرحلية فكثر رواجوا لفكرة حدوث موج عارم أحمر أي تابع للحزب الجمهوري وهذا ما رواشت إليه وسائل أعلام عدة لكن الحزب الديمقراطي لم يخسر وقد أبقى على أكثرياته في مجلس أشيوخ وسطوة الحزب الجمهوري على مجلس النواب أضعف بكثير مما توقع كثيرا لذلك على المستوى الداخلي موقف بايدن بات أقوى بكثير مما كان عليه منذ الأشهر القليلة على كل يشور بنا نتريا ثالي نرى إن كان بايدن يقرر في ناية مطاف أن يبرم هذا الاتفاق كما قلنا سابقا وأساسا نحن نقترب كثيرا من الأمر لم يتبقى الكثير في كل بساطة سيكون الأمر اتفاق يعلن عنه وسنظم حفلة توقع هل يتخذ هذه الخطوة النهائية لا أدري لننتظر ما تخبه الأيام هل سيتخذ هذه الخطوة النهائية سيدة ريتشارد وهي مرهونة بماذا بالنسبة للإدارة الديمقراطية سيما في ضرورة الانخراط ومواصلة الانخراط بمحاولة إحياء هذا الاتفاق رغم كل الضغوط التي تمارسها وما هي أقصى الضغوط التي تستطيع حتى هذه اللحظة فرضها على الجانب الإيراني أو كذلك ما يسمى بخطوط حمر بالنسبة للمفاوض الأمريكي من خلال بعض القنوات الخلفية وربما بعض القنوات الأكثر بروزا أوضح الأمريكيون ما هو المقبول والمرفوض بالنسبة إليهم أكن ذلك على مستوى الرصد والتحقق وكل التفاصيل التي نحن نتحدث عنها منذ إنفاذ الخطة لعام 2015 ولو كان دونالد ترامب لم ينسح أساسا من خطة العمل الشاملة المشتركة لكن الآن في صدد تطبيق اتفاق مقبول بالنسبة إلى الجميع على معظم المستويات ونحن نحاول أن نعمل عليه من جديد ولأعتقد أننا نواجه بأي ملفات طارئة مخلاء بعض الطوطور الذي أحرزته إيران على كل المسألة الجوهرية هي أننا نتسأل دوما إذا ما كان بمقدورنا أن نصدق الطرف الآخر ونعرف أن البعض في إيران مسهور بإرسال المسايرات إلى روسيا لتتمكن روسيا من تجميد حركة الملايين على الأرض ومنهم من حصول عالمياه وذهاب إلى المستشفات والمدارس لذلك كانت تساءل صراحة إذا ما كان هذا الأمر يرضي الإيرانيين عموما وإن كان يرضيهم هذا التطور في اليوم الذي سبق أن نجوم الروسية على أوكرانيا قال بوتئنه لي أنوي مهاجمة أوكرانيا بالتالي صراحة يجروا بنا أن نحكم على الناس انتلق من أفعالهم لأقوالهم وبالنسبة إلى تصديق الولايات المتحدة الأمريكية لمزاعم إيران لابد أن ننظر إلى ما تفعله إيران وكيف أنها تصطف إلى جانب روسيا في هذا الهمجوم الهمجي بالفعل على أوكرانيا ولكن سيد ريتشارد هذا ألا يعني أيضا من جديد محاولة خلط الأمور يعني ربط الملف والحرب في أوكرانيا ومن الموقف الإيراني فيما يجري في هذه الحرب الدائرة رحاها في جغرافيا أوكرانيا في ظل الدعم الغربي الأطلسي المستمر لأوكرانيا بمواجهة روسيا ربط بالملف النووي الإيراني ماذا يستفيد منه بايدن وإدارته أنا لا أعتقد أن بايدن ينوي أن يربط بين هذه الملفات المسألة بكل بساطة هي مسألة نزاها هل يمكن فعل أن نصدق الناس من منطلق هذه العلاقات التي تنشأ فيما إيران تقوم بالتصليح روسيا لمواجمات عشرات ألاف المدنيين مسألة تبقى حاضرة في أثاني الكثير من الأمريكيين والكثير من المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبد لذلك ليس الأمر بمسعى متعمد لربط خطة العمل الشامل المشتركة وما تفعل إيران على الأرض الواقع من خلال تسليح روسيا من عدمها لكن لا شك في أن الأمر قد أثار كثير من التساؤلات حيال ما تقوله إيران وإن كان بإمكان أن نصدقه أشكرك جزيلا شكر سيد ريتشارد جودستين الخبير الاستراتيجي في الحزب الديمقراطي كنت معنا مباشرة من واشنطن أيضا أشكر موصول لك دكتور محمد مرندي مستشار الفريق الإيراني المفاوض كنت معنا من العاصمة الإيرانية تهران مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير من بعد نعود لمناقشة ملفنا الثاني عمان تستضيف قمة بغداد فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم يستضيف الأردن الثلاثاء قمة بغداد اثنين وإذا كانت الدعوات قد صدرت من عمان فأن باريس وبغداد تشكلان الجهة المدبرة للقمة تأتي هذه القمة بعدما نجحت بغداد في ترتيب وضعها السياسي الداخلي مع انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس للحكومة قد يكون العراق عنوان القمة لكن من الواضح أيضا أن الملفات الإقليمية هي التي ستطغى على الاجتماع الحضور لا يقتصر على دول جوار العراق الذي تغيب عنه سوريا وحسب بل تحضره فرنسا الراعية ومصر والإمارات والبحرين وكذلك عمان وكلها دول لا حدود مشاركة لها مع العراق وسير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أعلن أنه سيحضر القمة أتحدث عن أن المحادثات مع الجانب السعودي ستستمر لافتا إلى استعداد بلاده لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وفتح السفارات قبل أن يشير إلى أن على السعودية أن تقرر كيف تنتهج سياسات بناءة تجاه إيران محادثاتنا مع السعودية ستستمر ومستعدون ديبلوماسيا لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبعي ولفتح السفارات السعودية يجب أن تقرر كيف تنتهج سياسات بناءة تجاه إيران مشاركتنا في عمان تهدف إلى تعزيز العملية السياسية في العراق وإظهار وجهة نظر إيران حول التحديات الإقليمية والدولية نعتقد أن مؤتمر بغداد 2 يمكن أن يكون خطوة للخروج من الأزمات الحالية وسنؤكد خلاله استعداد إيران للتعاون مع المنطقة بعيدا عن التدخل الخارجي ولمناقشة ملفنا الثاني في المسايا نرحب ضيفنا من العاصمة العراقية بغداد وستاذ الفكر السياسي في جامعة المستنصرية الدكتور طالب محمد كريم مساء الخير دكتور كريم العنوان قمة بغداد 2 أهلا بك في عمان ما أهمية وما هي المواضيع المطروحة على الطاولة وهل يمكن أن تكون مفتاحا بالفعل لحل العديد من الأزمات انطلاقا من الاستقرار السياسي الذي تحقق في العراق شكرا لك سيدتي الكريمة مساء الخير عليكم أنا أعتقد أولا أن مؤتمر عمان الثاني هو يلحق مؤتمر عمان رقم واحد لكن فارق ما بين مؤتمر الأول ومؤتمر الثاني باعتبار أن العراق اليوم مثل ما تفضلت جنابك الكريم أنه يعيش بنسبة عالية جدا من استقرار سياسي الملفات الداخلية أقصد بالداخل وبالتالي أيضا يمتلك طبعا أوراق كثيرة أفضل من الوقت السابق باعتبار العام الاقتصادي هو نوعا ما جيد سيولة مالية احتياط بالعملة الأجنبية وبالتالي أعتقد الحكومة حكومة السيد الشياع السوداني أيضا باتت تعمل على أمور ملموسة من خلال تثبيت الكثير من درجات الوظائف بشكل عام وبالتالي أيضا اليوم حتى الساعة ربما قبل الساعة أن هناك توجه وتخويل حقيقة للمحافظات ولجان معينة في سبيل أن تبدأ حملة اعمار داخل المحافظات وبالتالي أعتقد أن العراق سيشارك غدا بقوة ليس كما كان سابقا سابقا ربما كان يحاول أن يستجلب العواطف نوعا ما في سبيل أن يدعم العراق في قضايا معينة لكن العراق اليوم يرى نفسه أنه يمتلك موارد طبيعية يمتلك مساحات واسعة يمكن أن تشغل في الاستثمارات استثمار ملف الطاقة ملف الغاز بالتالي أيضا السيد الشاع السوداني سيحمل معه أفكار وربما حتى شبيهها بمذكرات هذه المذكرات يعني توعز إلى مشاريع كبيرة عملاقة داخل المحافظات العراقية من بناء مدن بناء جسور بناء تحتية بناء مصانع مصانع متخصصة في كثير من المنتجات بالتالي أعتقد أن الدول المجاورة ودول خليجية ودول المنطقة كلها وعد ذلك وتريد أنه تحصل على موطق قدم سواء كان من خلال شراكة بالاستثمار أو ربما حتى تعاون الأمني وتعاون استراتيجي العراق طبعا يريد أنه يعطي رسالة أخرى الرسالة دعم السيادة العراقية وحفظ الأمن العراقي وهذا طبعا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون مع دول جارة سواء كان تجارة إيرانية أو تجارة تركية باعتبار أن هناك مشاكل على الحدود العراقية المشتركة ما بين هذه الدولتين وبالتالي أعتقد نعم ربما قد تكون هناك طرح بعض الأفكار أو ربما حتى ربما بعض الأمور التي هي تعتبر نتائج لمقدمات ما بين دول أخرى تحاول أن تستثمر هذا المؤتمر في سبيل أنه توصل إلى تفاهمات أكثر رضوحا وتتحول هذه التفاهمات إلى واقع عملي يمكن أن تستفيد منها المنطقة فيما يتعلق يمكن بحماية الأمن والحدود العراقية نتحدث عن غياب لسوريا وهذا ما إنعكساته ودلالاته كذلك بشكل واضح ونتحدث عن انتداد كبير للحدود السورية العراقية بالنسبة للجانب التركي ما هي الرؤية العراقية المطروحة الآن تحديدا في ظل هذا التدخل الذي تعتبره والانتهاك لسيادتها كما تقول العراق يعني خلال سنوات السابقة وربما أستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة المشكلة العراقية لا يمتلك أي اتفاقية حقيقية هذه الاتفاقية مرت من خلال مجلس النواب وتم التصويت عليه حتى نستطيع أن نقول لدينا اتفاقيات مع هذه الدول وبالتالي أعتقد هذه الثغرات طبعا سواء كانت تركيا تركيا تتحجج أو ربما تتعكس على حجة أن هناك عناصر تسميها إرهابية وبالتالي هذه العناصر سواء كان حزب العمالي الكردستاني أو ربما جاءت منظمة أنه استغل طبعا واقع معين وفترة معينة من الدولة العراقية بعد 2003 وهذا الفراغ الأمني نعم ربما قد يكون مدعوما من جهات معينة وبالتالي اليوم أصبحت مشكلة هذه المشكلة لا بد أن تحل كيف تحلل تحل من الأحية الدبلوماسية السياسية وربما حتى ربما أن العوامل المشتركة ما بين الدولة العراقية وما بين تركيا يمكن أن تعزز العامل الأمني نحن نحتاج تركيا كما تركيا تحتاج لنا وبالتالي نحتاج تركيا من خلال ملف المياه تركيا تحتاجنا في عوامل أخرى تحتاجنا في حفظ الأمن كيف يكون ذلك؟ إذن لا بد أن تتحول هذه الأمور من شكاوى تتحول إلى أن الشراكة حقيقية هذه الشراكة تكون على تعزيز الثقة ما بين الدولتين وهناك روابط مشتركة كثيرة اليوم العراق تبادل التجاري ما بينه وما بين تركيا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار وتحديدا أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية إذن العراق يمتلك ورقة قوية يمكن أن ربما يتناغم تركيا اليوم منفتحة على واقع أكثر ربما تريد أنه تستثمر ملفات أخرى ملفات سواء كانت استثمارية في الاقتصاد أو ربما حتى تدخل في النفط وتدخل في الغاز وبالتالي هذا أيضا يحتاج إلى حوارات أخرى يعني هذا يعني يعطي أو ربما يضاعف المسؤولية على المسؤول العراقي في أن يتقدم من الفاعل السياسي لهذه الدول في سبيل أن يجذبها من خلال أنه فتح شهية هذه الدول وبالتالي يمكن أن نتفاهم سواء كنا على الملف الأمني أو الملف الاقتصادي كل هذه الأمور يمكن أن تتبلور وننتج رؤية جديدة هذه الرؤية يعني العراق بحاجة لها لأن باعتبار اليوم الشعب العراقي ينتظر منجزات من الحكومة السيد السوداني وبالتالي يعتقد ربما كثرة الملفات التي يمر بها العراق فرصة للحكومة أنه تدخل بقوة وبسرعة تستثمر عامل الزبل في سبيل أن تحل نسبة كبيرة من هذه الملفات هذه المشكلات التي ستتحول في يوم ما إلى نجاحات هذه الحكومة ونجاح الحكومة يعني نجاح الإطار الذي يقف وراء هذه الحكومة ونحن نتحدث عن مساعي من خلال عقد هذه القمة المساعي الفرنسية وكذلك العراقية صحيح العنوان قمة بغداد أثنين ولكن هي تطرح الكثير من التحديات والملفات الأقليمية وحتى يمكن أن تكون فرصة لتقريب وجهات النظر ببعض هذه الملفات اسمح لنا أن توقف مع هذا التقرير الذي يضيء على هذه النقطة وتحديدا وفق الرؤية الفرنسية فإن باريس هي التي تطمح إلى أن تطرح هذه القمة مسائل تشغل كل بلدان المنطقة بطبيعة الحال من دون استثناء أبرزها ملف الأمن الغذائي المرتبط بنتائج المواجهة الأطلسية الروسية في أوكرانيا وكذلك ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار لكن هذه القمة تجري بظروف أصعب من القمة الأولى فعلى المستوى الإقليمي كانت المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني قائمة على قدم وساق وكانت هناك توقعات بإمكانية إعادة إحياء الاتفاق فضلا عن اتهامات تهران لدول مشاركة في القمة بأنها دعمت عمليات التخريب على أراضيها أما تركيا فستطرح ملف الانفصاليين الكرد قرب حدودها في سبيل تبرير عمليات القصف التي تستهدف مناطق حدودية عراقية أستأنف الحوار معك انطلاقا من الملفات الأقليمية نتحدث انطلاقا من مقالة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بأن بلاده ترحب بإعادة ثقة وتعاون البناء مع دول الجوار خصوصا الدول الخليجية هل ستنجح أو ستجنح الرياض يمكن القول إلى سياسة بناءة ومد اليد لخلق فرصة جديدة ولسيما نحن نتحدث عن لقاءات سابقة كانت بين الطرفين الإيراني والسعودي يعني أنا أعتقد ربما اليوم العلاقات أو ربما النتائج التي خرجت من هذه الحوارات بوساطة عراقية أعتقد كانت كلها ناجحة وأعتبد على ما تم تصريح من خلال الدولتين بالتالي أعتقد أن التوجه إلى الحوار وحل الأزمة هو الذي ربما سينهي مشكلة كبيرة وبالتالي لا تحتاج هذه الدول سواء كان دول خليجية أو دول أخرى إلى أنه تتغير تراماتيكيا أو ربما حتى ستراتيجيا مع الرؤية أمنية باعتبار إذا ما أنتهى هذا الموضوع وأعتقد أن الموضوع ليس صعبا باعتبار أنه أيضا كانت هناك مشتركات كثيرة تجمع هذه الدول وبالتالي هذه المنطقة من مسؤولية هذه الدول ولذلك إذا ما كانت العوامل الخارجية تبتعد ربما عن هذه الحوارات وبدون دخول عوامل مؤثرة يمكن أن تقلب الطاولة أعتقد أن الحوار سينتهي بطريقة ترضي طرفين لكن أنا أعتقد أنه من يبغو بهذا الاتجاه إسرائيل لا يمكن أن تقبل على أنه يكون هناك حوار يهدف إلى السن باعتبار أنه دورها سيضعف وربما سيتقيض إلى حد كبير جدا وحتى أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي لا ترغب بهذا التوجه باعتبار أنه لديها تمتلك ملفات بالمنطقة وقد تكون تتعكز على هذه القضية في سبيل أن تتقدم يعني أنه تحو دول معينة إنعقاد هذه القمة ليس من مصلحة أمريكا ونحن نتحدث عن دور عراقي بارز بيئة الوسطات التي قادها وأدت إلى خمس جولات تفاوضية بين إيران والسعودية هل تتوقع أي خرق غدا تحديدا دكتور طالب لا أنا وين أريد أقول يعني أكو كلمة مهمة أنا أقول لو الحوار كان يبقى يستمر بهذه الطريقة سيفضي إلى نتائج جيدة وطيبة لكن باعتبار أن الملف النووي الإيراني لا زال معلقا نعم نسمع يعني أن هناك لجان تريد أنه تعيد يعني المحادثات لكنه لا زال الملف لم ينتهي بالتالي منطقيا ليس من مصطحة أمريكا أن ينتهي هذا الحوار بهذه الطريقة التي نتمنىها وحتى طبعا بالمناسبة حتى الدخول الفرنسي اليوم اللاعب هو يريد أن يستثمر طبعا هذا الموضوع ويستثمر الحرب الروسية الأكرانية في سبيل أيضا أنه يعيد ربما بتاريخه ويعيد قوة إلى المنطقة وخصوصا منطقة العربية اليوم المنطقة العربية تمتلك رؤية جديدة هذه أعتقد بينه لأنها خطرة جدا لا تناسب طبعا الاتحاد الأوروبي باعتبار اليوم هناك كلام عنه دول خليجية وربما دول عربية تريد أن تعتمد على مقاوماتها الذاتية يعني الاقتصاد أولا وبالتالي تحويل الفلسفة الاقتصادية من دول ربما تستثمر مواد غذائية مواد ربما تدخل في صناعة معينة إلى أولا ربما توجه إلى دول كبيرة جدا وهذا يعني تبديل لهذه الفلسفة والنقطة الثانية ربما تعتمد على مقاوماتها وعلى ثرواتها مثال على ذلك مثلا عندما نتكلم عن أزمة الحبوب التي طبعا تتكلم عن اليوم هذه المخاوف تحاول أنه فرنسا أنه تحل هذه المشكلة دول خليجية تستورد ب110 مليار دولار سنويا هذه الحبوب وبالتالي بدأت تفكر أنه تمتلك أراضي واسعة جدا وأراضي خصبة يمكن أنه تستثمر هذه الأراضي هذه طبعا تعطي مؤشرات على أن هناك تحولات فضلا عن أنه تحولات في الرؤية الأمنية يعني سابقا ربما كانت الدول الخليجية تعتمد في مقاومات الأمنية نعم فرسفة ربما فرسفة التي تعتمد كانت على صناعات عسكرية أمريكية لكن أيضا تبدل هذه المفهوم إذن هذا كل ماذا يولد يولد رؤية 2030 ما هو موقف هذه الدول بعد 2030 ولذلك أعتقد دراساتهم ورؤيتهم استراتيجية باتت أنه تتوجه نعوى حل حلت هذه المشكلات التي ربما قد تكون مع دول قريبة ما بين الجارة الإيرانية وما بين الجارة السعودية وما بين تركيا وبالتالي أن يكون هناك تحول ويمكن خير دليل على ذلك القمة الصينية العربية التي انعقدت كذلك في السعودية والقمة السعودية الصينية قبيلة هذه القمة قمة بغداد 2 على كل أحوال شكرا جزيلا لك دكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة هذه المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة